لكن خلينا نطلع برضو محمد محمود محمد محمود عملنا معلقة بعد نهاية مباراة اليوم وبعد نهاية هذا الموسم ماذا قال محمد محمود نطلع نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى كنت محمد برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وبنقول محمد محمود رسالة في الصبر وفي الأراضة حبيب فاروق والله مش رسالة احنا اتعلمنا كده تربنا على كده الحمد لله ما بنقولش غيرها الصبر ده يعني حاجة لازم كلنا نبقى فينا كمسلمين يعني فأنا بحاول على عد ما أقدر يعني أرضى بقضاء الله والابتسمة دايماً أنا الحمد لله مخلوق بيها الحمد لله يعني ما في أي زور تحت أي ظروف الحمد لله ما بتواجهني يعني ما بعرفش غير أن أنا بتسم بصراحة ما حسيتش بفقد الأمل بعد إصابة بعد التانية بعد التالتة حسيت أن الموضوع بقى صعب ده خالص والله يعني كنت الحمد لله الحمد لله يعني بسداد عزيمة وإصرار أكتر يعني الحمد لله بعد كل إصابة ويعني أول لما بسمع أصلاً خبر الإصابة ببقى يعني بسجد لله شكراً أول حاجة وبفكر في أن أنا أرجع أسرع في أسرع وقت يعني فخالص والله أنا ببقى يعني برضه بقضاء الله وبستعين بالله وما فيش حاجة خالص الحمد لله بتدقيقني يعني في الوقت الصعب ده مين الباب اللي كان بيتفتح لمحمد محمود أو المكان اللي أنت بترتاح تتكلم معه شخص لي دور كبير جداً أنا عارف أن تأثير البيت عندك لي دور مهم جبير جداً في حياتك أخوي بصراح أخوي أحمد كلامه مؤثر جداً بالنسبة لي حتى كلامه مش كتير قوي معايا بس كلامه بيبقى في الصميم كده زي ما بيقول يعني بيبقى من جوايا مرتاح أول ما بيتكلم معه فترة صعبة للنادي الأهلي وما تعودناش في النادي الأهلي إن إحنا نفقد بطلطين أو نفقد المسيم الدوري المسيم التاني على التوالي لكن أنت أكيد مقدر زع الجمهور النادي الأهلي لأن الجمهور ده ليه رصيد كبير جداً عندكم كلاعبين وإنتوا ليكم رصيد أيضاً عند جمهور النادي الأهلي والله بالنسبة لي كان دي أصعب فترة في حياتي أصعب من إصابتي يعني بجد الحزن أول مرة بقى بجد أبقى مش عارف أبتسم مش عارف أهزر مش عارف أخد راحتي حتى وأنا في النادي فبنعتذر طبعاً للجمهور وبإذن الله كل اللي جاي هيبقى بإذن الله خير وبإذن الله نحاول نحقق ولو جزء بسيط من أو نبقى جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير وبنعتذر لهم تاني مرة وإن شاء الله بإذن الله نكون عنده حص نزلناه من الفترة الجهة وأنا واحد من الناس والله عمري ما ببخر بنقطة عرق واحدة للنادي والجماهيرو يعني بشتغل والله على قد ما أقدر أن أنا أقدر أسعدهم بقدر ما يمكن يعني انتظر أن أعزارهم في القهمة